أيضاً بالجباية اللي المفروض أيضاً هم 25% النسبة لهم وإلكم أيضاً تتحول مبلغ يعني مقليل 490 مليار دينار وذكرتها ب333 مليون دولار إذن من المتسبب بالحوادث المرورية المفزعة اللي تحدث داخل الطرق الخارجية والداخلية اليوم وهاي المبالغ عندنا دكتور حسن سألت سيادة العميد بالفعل أنه 25% المفروض تكون ترجع إلى مديرية المرور حتى يقدرون يعني أكو تنسيق بيناتهم أكو أمور مفروض المستمسكات الطرق والجسور هاي التفرض وتكلم بها وتحديد إجازات السوق وقتلع المبلغ يعني هذا المبلغ يعني 2021 بـ 490 مليار دينار عراقي ما يعادل 333 مليون دولار يعني هاي التخصيصات والأخذ والجبايا المفروض يعني نبني بيها مو بس طرق وجسور نعم هذا الرقم أنا باعتقادي هو رقم كبير جداً ورقم ما يستهان به ولو تم تخصيصه لأعمال صيانة الطرق المنتشرة في جميع محافظات العراق أعتقد هاي موازنة جيدة وكافية ممكن نلاحظ أنه الطرق يتغير واقع حالها إلى واقع حال أفضل بكثير من واقع حالها الحالي هذا الرقم مدى يوصل من عدة نهائياً أي شيء إلى وزارة العمار والإسكان حتى الوزارة تأخذ على عاتقها بإعادة تأهيل هاي الطرقات يراد يصير مشروع قرار في مجلس الوزراء أو حتى في البرلمان أنه بإعادة تخصيص هاي المبالغ اللي تم جبايتها من قبل المرور إلى وزارة العمار والإسكان حتى تخصص لإعادة تأهيل الطرق التخصيصات المخصصة من قبل الحكومة لإنشاء الطرق وإعادة تأهيل الطرق نشوفها واضحة داخل مراكز المحافظات والأقضية المجاورة إلها أما الطرق الرابطة بين المحافظات كل محافظة تتنصل من مسؤوليتها وتعتبر الطريق الرابط بينها وبين المحافظة المجاورة هي مو من مهام هاي المحافظة فنشوف المحافظات تستثمر كل التخصيصات المالية لإعادة تأهيل وتطوير الطرق والشوارع اللي موجودة داخل محافظتها أما الطرق والشوارع الرابطة بين المحافظات نشوفها مهملة ومو بالمستوى المطلوب